أقامت كتدرائية الروم الملكيين الكاثوليك وبتنظيم من مجلس رعويتها وقفة تضامنية وقداسة إلهية من أجل الشهداء في غزة ووقف الحرب وتحقيق السلام في الأرض المقدسة ترأس القداسة سيادة المطران جزيف جبارة بمشاركة الإرشمدريت الدكتور بسام شحتيت وحضور عددا من الأباء الكهنة والشمامسة وحجدا كبيرا من المؤمنين وفي بداية القداس رفع الحضور الدعاء إلى الله أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأردن الحبيب طالبين من الله تعالى الرحمة للذين استشهدوا والشفاء للجرحة وأن يعم السلام فلسطين وغزة واتخل القداس الذي حضره السفير البابوي في الأردن المطران جوفاني توزو دورة بالإنجيل كما تم إضاءة الشموع فيما قدمت جوقة الكاتدرائية ترنيمة يا رب السلام امنح بلادنا السلام وفي ختام القداس ألقى السفير البابوي كلمة شجع فيها الجميع على الصلاة والعمل من أجل السلام وبأن الله أكبر من كل الشرور والحروب الموجودة في العالم